والحقيقة عايزة اضيف كمان على الكلام اللي نهواند بتقوله ان فعلا من هذا المنطلق ايه المانع بما اننا نكحين جدا في تنظيم كل الافنتات الرياضية المهمة في مختلف الرياضات الجماعية وكمان الفردية يعني ايه المانع ان احنا نستضيف مثلا حاجة زي بطولة السوبر لدولة من الدول الخمسة الكبار يعني مثلا ايه المانع بان احنا مثلا نخاطب الاتحاد الالماني مثلا لتنظيم بطولة السوبر الالماني في مصر ونشوف نجوم البايرن ميونيخ هما موجودين عندنا في استاد القاهرة وطبعا هيكون فيه حضور يعني عظيم جدا جدا والعديد من الرحلات السياحية من جانب جماهير البايرن ميونيخ ده غير النجوم هم اللي اكيد زي ما كانت ناواند بتتكلم كل واحد منهم على حدا على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بيه واللي من خلالها الملايين من العشاق حول العالم يشوفوا الصور دي كلها دي حاجة هتدي انطباع كويس جدا عننا وحتبين الصورة الحضرية العظيمة لبلدنا نفس الكلام لو طلبنا استضافة السوفر الفرنسي ويحضر نجوم فريق زي باريس سان جرمان مثلا ميسي ورفاقه اكيد الدوري الانجليزي اكيد او السوفر الانجليزي ليه وضع شديد الخصوصية ويعني كأس الدرع الخيرية صعب ان هو يقام خارج انجلترا بس احنا منتكلم على المبدأ ذات نفسه دي حاجة هتعود علينا بالنفع وعلى عدة اصايدة الحقيقة بس عشان بس نختم المهوضوع ده واحنا اتكلمنا فيه برضو في حلقات كتيرة لان ملف السحة الرياضية يمكن من اللفات اللي انا كريم عندنا تبني فيها يعني او عنها في ملايين بتتدفع من بعض الدول يا كريم علشان يبقى فيه ترويج للسحة بتاعتهم وكمان بيخلقوا يعني زي ما بتقال كده يعني اماكن سياحية بيخلقوا تاريخ بيخلقوا تراث بيخلقوا زي ما بتقال فهم حاجة انت عندك كل حاجة بقى زي ما بتكلم لغة بسيطة انت عندك كل حاجة بس انت نقصك شوية ان انت تعرف ده او توزع ده بشكل كمان اقل تكلفة فزمان يمكن كان مفروض يبقى فيه برجة كبيرة وحاجات زي كده دلوقتي السوشيال ميديا سهلت المواضيع دي جدا بقيت السوشيال ميديا وسيلة ان انت ممكن توصل للعالم كله من خلالها وباقل تكلفة على فكرة ما هيش حاجة كبيرة فالصورة زي ما كنا بنتكلم من توتي او غيره العالم كل شوف كم مليون حيشوفها ممكن تكون احسن بكتير من حملة دعائية معمولة مليون كمي يعني لو انت فكرت فيها كمان كمبارينج للبجت هنا وهنا وده حصل اليومين اللي فاتوا مع رونالدين وحصل في 2019 في 2019 لو حضرتكم تفتكروا كان برضو راموس موجود في مصر في وقت من الأوقات وبرضو نفس التغطية الصحفية العالمية نحن نتكلم على نجوم العالم يعني كاميرات كل الصحافة الرياضية بتلاقيهم بتطردهم في كل مكان فهم موجودين بقى بالصدفة في بلدنا حيث الجمال وحيث الطبيعة وحيث حاجات كتيرة جدا بنشوفها منعكسة في صور بيشيارها النجوم طول طبعا حاجة في منتهى الأهمية اشتركوا في القناة